نبه رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي نبه الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى خطورة الرضوخ لابتزاز الميليشيات الحوثية وتجاهل انتهاكاتها لحقوق الإنسان وأفكارها العقائدية المتطرفة وارتباطاتها المدمرة بالمشروع الإيراني التخريبي وتكر الرئيس العليمي خلال لقاء سفير الاتحاد الأوروبي السيد غابريل أن تشارك الجهود والضغوط القصوى على الميليشيات الحوثية ودعم الحكومة هي الطريق الأمثل لجلبها إلى مسار السلام متطلعا إلى انتقال الأصدقاء الأوروبيين من إطار الدعم الفني إلى التدخلات الاقتصادية والإنمائية لأكثر استدامة كما بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء دروس الزبيدي الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإيقاف الحرب وأحلال السلام في المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك بين بلادنا والجبوتي لضمان حماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر واستعرض اللواء الزبيدي خلال لقاء سفير جمهورية جبوتي لدى بلادنا ضياء الدين بامخرمة مستجدات الأوضاع في بلادنا وثمن اللواء الزبيدي مواقف جمهورية جبوتي إلى جانب بلادنا ومساندة شعبنا خلال استضافتهم وقت اندلاع الحرب من جانبه جدد سفير جبوتي موقف بلادي الدعم لقيادة المجلس الرئاسي وحكومة المناصفة وجهود اتفاق الحرب وأحلال السلام وفي صدد بحث جهود أحلال السلام التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية عبدالله العليمي بالسفير البريطاني لدى بلادنا ريتشارد أبونهاين ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسية إلى تعنت الميليشيات الحوثية وإمعانها في إهدار فرص السلام متطرقا إلى خيارات الدولة في التعامل مع الاعتداءات الأرهابية المتكررة من جانبه جدد السفير البريطاني تأكيد بلاده بموصلة دعمها للجهود الرئاسية والحكومية من أجل وضع حد للمعاناة وكذا دعم جهود المجتمع الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب وفي ظل تلك التحركات عقد مجلس الأمن الدولي أولى جلساته في العام 2023 حول الأوضاع في بلادنا ومساعي تجديد الهدنة وإحلال السلام استمع خلالها الأعضاء إلى تقرير للمبعوث الأممي هانس قدمه عبر دائرة تلفازية من صنعاه التي وصلها في وقت سابق البزيد في هذا التقرير هي الأولى خلال العام 2023 جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في بلادنا ومساعي تجديد الهدنة وإحلال السلام الشامل بمشاركة كافة القوى هو ما يصب إليه المبعوث الأممي والذي أكد عليه في إحاطته دون الأخذ بالاعتبار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية مداخلة منذوب بلادنا لدى مجلس الأمن ركزت على استمرار ميليشيات الحوثي في تعميق حجم المعاناة الإنسانية من خلال التلاعب بالسوق السوداء للوقود وعرقلة عمل البنوك والمؤسسات المالية وخلق اقتصاد موازن من خلال منع تداول أوراق العملة الوطنية في مناطق سيطرتها علاوة على تحشيداتها العسكرية واستمرار عمليات تهريب الأسلحة وتهديد المنطقة والملاحة الدولية مصرحا بأن البيانات لم تعد تكفي ولابد من إظهار التزام أكبر تجاه السلام في بلادنا تقدر حكومة بلادي الصوت الموحد للمجلس في إدانة الهجوم الإرهابي الحوثي في 21 أكتوبر من العام الماضي في البيان الصادر عن هذا المجلس لكن البيانات لم تعد تكفي ولابد من إظهار التزام أكبر تجاه السلام في اليمن من خلال استخدام كافة أدوات الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الدعم لها وعن الجانب السعودي الذي قال أن الميليشيات الحوثية رفضت تمديد الهدنة لمطامع سياسية وجهوية وتراجعت عن تعهداتها وأن مجلس الأمن أخفق في اتخاذ موقف بشأن الفضائع والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب وأن تصنيفها كمنظمة إرهابية بات أمرا ملحا وضروريا ميليشيات الحوثية رفضت تمديد الهدنة لأسباب سياسية ومطامع في أوية انتهازية حيث تراجعت عن التزاماتها في اللحظة الأخيرة وألغت معظم البنود التي تم الاتفاق عليها وتقدمت بمطالب جديدة منها صرف رواتب بالدولار الأمريكي لأفراد الميليشيات ورفض تنفيذ تعهدها بيداعي إرادات موامن حديدة في البنك المركزي اليمني كي يتم صرفها لكافة اليمنيين كما أنها لم تقم برفع الحصار عن مدينة تعز المحاصرة منذ الانقلاب أي تصعيد حوثي على دول الجوار سيقابل برد حازم من التحالف العربي هذا ما قاله منذوب دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمنة داعين المجلس لموقف أكثر حزما لثني الحوثيين عن التصعيد وحثهم على التجاوب مع جهود السلامة ونؤكد مجددا بأن أي اعتداء من قبل هذه الجماعة على الدول المجاورة سيقابله رد حازم من قبل التحالف العربي تصريحات أمريكية جاءت من منذوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمنة بأن الحوثيين يحرمون الحكومة من مصادر الدخل وهو ما يؤثر على الاقتصاد ومعيشة الشعب ومن جهة بريطانيا ركز مندوبها في مجلس الأمن على دعوة الأطراف كافة إلى تحرك عاجل لمنع كارثة ناقلة النفط صافر وتسهيل الإجراءات الدولية من أجل تحقيق ذلك جلسة مجلس الأمن الدولي لم تلقى أي ردود أفعال إيجابية ووصفت بأجندات متكررة لا تخدم الواقع المعيشي والإنساني في البلاد وأنه كان من الواجب الإسراع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية واتخاذ إجراءات حازمة انتجاه ممارساتها الإرهابية بحق المواطنين والمنشآت الاقتصادية وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي والتي قدمها عبر دائرة تلفازية من صنعها التي وصل إليها في اليوم ذاته استعرض المبعوث الأممي نتائج محادثاته مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وأكد اجتماعه مع الحوثي والشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسطر وعكد المبعوث الأممي أنه لا يمكن معالجة العديد من القضايا المطروحة على الطاولة بشكل فعال في الوقت الحالي خاصة القضايا المتعلقة بمسائل السيادة مشيرا إلى أنها تحتاج إلى حوار شامل لافتان إلى أن البلاد تحتاج إلى اتفاق يتضمن رؤية مشتركة للمضي قدما من أجل تجنيب العودة إلى النزاع الشامل حاثا كل الأطراف على الاستفادة القصوى من مساحة الحوار بفصل عدم اتساع نطاق الحرب وقال المبعوث الأممي أن الوضع العسكري العام ما زال مستقرا مع الإشارة إلى بعض الأنشطة العسكرية في محافظات مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج وعلى طول منطقة الحدود مع السعودية مضيفا أن الفترة الحالية تشهد تغييرا محتملا في مسار الصراع وأن الحوارات الدائرة تمثل فرصة يجب عدم تضيعها ونوه السيد هانس أن عدم وجود اتفاق يتضمن رؤية مشتركة للتحرك قدما قد يزيد خطر التصعيد العسكري والعودة إلى صراع شامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقبل تقديم إحاطاته التقى المبعوث الأممي هانس والفريق المرافق له رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي الإرهابية وفي اللقاء كد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي على أهمية دور الأمم المتحدة وما تبدله من جهود للدفع بعملية السلام في البلاد في موقف متناقض في مضمون شعار الجماعة الحوثية وذكرت الجماعة المالقة في موقف هزيل استفزازي من خلال تصريحاتها بأنها حريصة على تخفيف معاناة الشعب في الوقت الذي تمارس فيه كل أنواع البطش والأرهاب واستهداف المنشآت الاقتصادية التي ستزيد من تلك المعاناة